سأخرج قليلا عن سياق ما كنا نتحدث فيه في إطار هذه الحلقة وربما أتحدث أو سؤالي بخصوص ما كان في هذه الإحاطة الإعلامية أو هذا المؤتمر الصحفي للخارجية الأمريكية كان هناك سؤال من صحفي أمريكي في غاية الأهمية وهو يقول ويسأل ما الضمانات بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أن إسرائيل ستقوم بهذه التحقيقات بكل شفافية وبكل حيادية وخصوصا أن لها باع طويل في قتل الأبرياء سواء من أصول أمريكية أو أصول أخرى ولن أو لم يتم التوصل إلى أي شيء كيف تبعت هذه النقطة تحديدا؟ تحياتي لك يا رضيفك الكرام إسرائيل تتعامل باستعلاء فوق القانون الدولي دون اكتراث لأي عقوبات يمكن أن تواجهها أو تواجه جنودها الذين يرتكبون الجرائم ضد كل الجنسيات من يقتل الأطفال لا يكترث لقتل جنسيات أخرى سبق لجيش الاحتلال أن قام باستهداف وقتل عدد كبير من الأجانب والأمريكيين بالذات آخرهم الصحفية شيرين أبو عقلة وهي تحمل الجنسية الأمريكية وعندما بعد سنوات من قتل عدد كبير من المواطنين الأتراك على ظهر الباخرة مرمرة وهنا كان فعل من قوات الاحتلال عسكري ضد مدنيين على ظهر باخرة مدنية وبعد سنوات قابت إسرائيل فقط بالاعتذار عن قتل بعض المدنيين أي إسرائيل اليوم هي تشعر بأنها فوق القانون لا يوجد أي ضمانات لمعاقبة إسرائيل ولا يوجد أي ضمانات لأن تكون هناك تحقيقات شفافة إسرائيل ترفض دائما تدخل أي جهة خارجية في التحقيقات عام 2001 تم رفع قضية هنا في بلجيكا على أريال شارون مجرم الحرب متهما بالمسؤولية مباشرة عن مجازر صبر وشتيلة إسرائيل رفضت أي جهة أن تشارك حتى في محضر سماع وليس في تحقيقات إسرائيل رفضت تحقيق مع جنودها الذين ارتكبوا جرائم في الضفة الغربية إسرائيل تتسلح بالولايات المتحدة الأمريكية لذلك أعتقد أن المؤتمر الصحفي للخارجية الأمريكية هو عين النفاق حتى لو كانت المناطنة تحمل جنسية أمريكية ولهذا يا دكتور كان سؤال الصحفي في هذا المؤتمر هل لديكم إثباتات من الماضي على أن بالفعل إسرائيل قامت بتحقيقات بشفافية في أي عملية قتل سابقة حتى لو تم إذانة إسرائيل بمحكمة إسرائيلية فسوف تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتبرئة إسرائيل من دم المواطنة الأمريكية هكذا تعودنا الولايات المتحدة الأمريكية توفر غطاء لجرائم دولة الاحتلال على مستوى عشرات ألاف الشهداء الفلسطينيين على مرأة ومسمع من العالم بأسلحة أمريكية لا تذكرون كيف كان بلينكين وبايدن يرفضون أي جلسة للمجلس الأمن تناقش موضوع الهدنة هذا في بداية الحرب أخطأ العرب كثيرا ودول الإقليم عندما وضعوا ثقتهم في الولايات المتحدة الأمريكية كأنها راعي لعملية وقف إطلاق النار وليس عملية السلام يخطئ الجميع من يعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد حقا الوصول إلى وقف لهذه الحرب حتى الغضب اللفظي أحيانا عبر رئيس بايدن أو وزير خارجيته لمحاولة تأنيب إسرائيل هي تفهم فقط لتطويع دول المنطقة أو العالم ولتوفير بيئة مناسبة لنتنياهو للإستمرار في جرائمه بالعودة إلى موضوع الحلقة إسرائيل ذاهب لتوسيع دائرة الصراع الهدف الأول منذ الثامن من أكتوبر قالها نتنياهو ليس في السابع الثامن من أكتوبر سوف نغير شكل المنطقة وهنا تحدث عن أهداف لا يمكن تحقيقها إلا بتوسيع دائرة الصراع وتغيير ديمغرافي وجغرافي قام بالتغيير الديمغرافي نجح بالقيام بالتغيير الديمغرافي داخل قطاع غزة فلم نعد نعلم سكان الشمال أينهم وسكان الجنوب أينهم ولو وجدوا فرصة لإغراج كل السكان خارج القطاع سوف يفعل وسظل يحاول إلى أن ينجح أما فيما يتعلق بالشمال كنا نقرأ المشهد بشكل منطقي إسرائيل ذاهبة إلى حرب في الشمال وليست حرب غزة هي المحرك لحرب الشمال اليوم إسرائيل تشعر بفائد من القوة لديها دعم أمريكي غير مسبوق عسكري اقتصادي سياسي الجبهة الداخلية استطاع نتنياهو تطويع خصومه واليوم حتى جانس الذي استقال من المجلس الحرب تحدث بنفس لهجة نتنياهو ولكن يا دكتور هناك أيضا الكثير من المشكلات هناك ضغوط داخلية تحدث في إسرائيل هناك أهداف قال عنها نتنياهو لم يحققها حتى الآن هناك بالتأكيد فشل عسكري وفشل سياسي فما الذي سيجعله يقدم على خطوة كخطوة لبنان الآن أستاذ آية نتنياهو هو الآن الرجل الأقوى في إسرائيل ومهما كان شكل المعارضة والاعتراض عليه فمعظم الشعب الإسرائيلي يتظاهر ضد نتنياهو للضغط عليه لإبرام صفقة تبادل وليس ضد الحرب الشعب الإسرائيلي ليس ضد الحرب في لبنان وليس ضد الحرب حتى باتجاه الأردن هذه حكومة مجرمة انتخابها شعب بمزاج انتخابي يميني متضرف من الذي أتى بنتنياهو بن غفير وسبوترش وأحزابهم إلى الحكم هذا هو الشعب وهذا الشعب بعد 7 من أكتبر زاد من سوب التطرف لدى الشعب الإسرائيلي وللأسف بعض الإعلاميين العرب على القناة العربية دائما يتحدثون ويضخمون حجم المعارضة الإسرائيلية وكان نتنياهو في أزمة نتنياهو لو كان في أزمة كيف لو كان لو لم يكن في أزمة ماذا كان سيفعل سوف يهجم الخرطوم الرجل يحارب في الضفة الغربية بحرب إبادة ونجح بحرب إبادة على مدى 11 عشر شهرا في قطاع غزة على مرأة ومسمع من العالم هو يتجه لصحق الشعب اللبناني ولكن سوف يدفع أثمانا مؤلمة صحيح سوف يدفع ولكنه تحدث عن حرب وجود الحديث عن حرب وجود هو تأهيل للشارع الإسرائيلي أننا أمام خسائر مؤلمة وعليكم التحمل هذه الخسائر وبمجرد أن تزداد الخسائر في الجنود والمدنيين الإسرائيليين تزداد روح العداء لدى الشعب الإسرائيلي والدعم لنتنياهو وهذا ما يريده وهذا ما استفاد منه بتجربة غزة اليوم نتنياهو في نظر الشعب الإسرائيلي هو قائد منتصر هو استطاع دخول كل جغرافيا قطاع غزة هو استطاع أن يتهرب من كل الضغوضات الدولية هو الآن يشعر شعور منتصر ويريد منه الشعب الإسرائيلي أن ينقل هذه التجربة إلى الضفة الغربية وبعد الضفة الغربية إلى الحدود الشرقية للأردن